قست القلوب فعضوت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بعم ربها فقلاها من كذاب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فعضبت مولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ثم قصة قلوبكم سلسلة اللي بنتكلم فيها عن هذه الفئة التي أكثر الله سبحانه وتعالى الكلام عليها في كتابه الكريم بانو إسرائيل بانو إسرائيل في القرآن من أهم صفاتهم الصفة اللي هنتكلم عنها في هذه الحلقة صفة ظهرت في قصص كتير جدا وفي أفعال كتير جدا يمكن تكون مفتاح لفهم شخصيتهم زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضية عن صفة المادية الصفة بتاعت النهاردة تعتبر امتداد لهذه الصفة امتداد للمادية بعض الناس بيروهم وجهين لعملة واحدة لكن الحقيقة هو فيه اختلاف دقيق بينهم نحن قلنا أن المادية الحكم على الأشياء بظاهرها المنطق الأسباب البحث الذي ليس فيه أي علاقة بالغيب وما إلى ذلك من ضمن تأثيرات هذه المادية على الشخصية أن الشخص بيبقى شهواني وهذه هي صفة اليوم التي نتحدث عنها صفة الشهوانية عند هذه الطائفة من البشر الصفة اللي بتخلي الإنسان كل تفكيره في شهواته ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه عنده شهوات زينا ناسي حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث طبيعي أن الإنسان عنده حب الشهوات وربنا اللي قال كده هي مزينة ومن ضمن الحكم لتزيين هذه الشهوات استمرار أصلا الإنسان يعني شهوة الطعام والشراب لو مش موجودة لو الإنسان لا يشتهي الطعام والشراب ممكن ينسى يأكل لغاية ما يموت بالجوع هو مش هيحس بقى بالجوع فخلاص ما فيش الشهوة دي فالإنسان محتاج أنه يأكل محتاج أنه يتكثر ويستمر هذا النسل ويستمر هذا الجنس يعني تأتي شهوة النساء أو شهوة الرجال عند النساء إلى غير ذلك من الشهوات اللي فيه حكمة لوجودها لكن كلمة الشهوانية يقصد بها أن تكون الشهوة هي اللي مسيطرة هي اللي بتحركك هي اللي بتؤثر فيك سلبا وإيجابا وحسب ما فيش حاجة تانية بتحركك زي ما ساموها بقى غذاء الأرواح وتلذز الأرواح وتلذز النفوس لا هو إنسان مادي شهواني وإذلك مثلا إحنا في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى شارع لنا الصيام لأجل هذا الترويد لقضية الشهوة أنت بتقدر أن أنت في رمضان توقف شهوات معينة شهوة الطعام طول النهار شهوة الشراب شهوة العلاقة بالزوجة كل هذه الشهوات أوقفتها ومرنت نفسك أن أنت تكون قادر على كبح جماع شهواتك طيب لما نيجي بقى اللي بني إسرائيل وقصتهم الطويلة في القرآن ورحلتهم الطويلة في القرآن اللي اتكلمنا عنها هنلاقي حالة من الشهوانية الرهيبة تميزوا بيها كانت جنبا إلى جنب مع المادية تحس أن هي الأصل والمرجع اللي بتنبثق منه سائر الخصائص الشهوانية دي ظهرت في قصص كتيرة جدا وإحنا يمكن هنركز في الحلقة دي على قصة طالوت وجلوت وإتيان بني إسرائيل لنبي لهم ليطلبوا ملك وهنشوف حتى تفاعل بني إسرائيل مع هذا الملك الذي يعني الله عز وجل أراد أن يكون ملكا عليهم وإزاي أنه هو ظهرت الشهوانية في كل من بداية تلقيهم لخبر أن طالوت هو الملك لغاية ما خرجوا مع طالوت وفصل طالوت بالجنود أثناء الرحلة اختبار أيضا لهذه الشهوانية يتكرر بس أنا عايزك قبل ما تبدأ يعني إسقاط الأشياء على هذه القصة وعلى نفسك بعد كده وإحنا اتفقنا في أول الحلقات إن بني إسرائيل إن بني إسرائيل نموذج وإن إحنا لو تعاملنا مع بني إسرائيل إن هم ناس ويحشة ملناش دعوة بيهم يبقى إحنا هنا برضو ما فهمناش مقصد عظيم جدا من مقصد ذكر قصاتهم في القرآن وهي إسقاط أحوالنا إحنا نشوف نقيم نفسنا إحنا فين من هذه الأخلاق فين من هذه الصفات فأغلب اللي اتعامل من بني إسرائيل بعد كده من أكل الربا والسحت والسحر والانقضاض على الشهوات ورفض الأميرينا بالمعروف والنهينا عن المنكر وتحريف كلام الله وشراء ثمن قليل هتلاقي إن لها علاقة بقضية الشهوانية الشهوانية كانت دائما هي الأصل دائما حالة الرغبة الشديدة في تحصيل الشهوة من أي طريق هي اللي بتدفع الإنسان بعد كده لهذه الجرائم الكثيرة التي سنتعرض وتعرضنا لجزء منها جرائم بني إسرائيل في حق أنفسهم في حق الغير في حق خير الخلق في حق الله ونتكلم طبعا من التفصيل عن هذه الجرائم هتلاقي إن أصل كبير جدا منها نابع من هذه الشهوانية جريمة أصحاب السبت جريمة الذين تخلفوا عن طالوت في قتاله مع جلوت جريمة تحريف كلام الله سبحانه وتعالى قتل الأنبياء وقتل الدعين إلى الخير دايما هتلاقي لها علاقة الموضع دي بالشهوة بالمال تحديدا زي قول الله عز وجل لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر اسمع اللي جاية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا اسمع اللفظه لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون شروا يعني باعوا باعوا نفسهم لأجل المال لأجل الشهوات لأجل تحقيق الربح العاجل من أي طريق لذلك ربنا قال عليهم في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فآية تانية فويلوا للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه ليشتروا به المال ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون دايما الشراء أنه عايز يشتري الشهوة ويبيع نفسه في مقابلها أي كان المقابل عشان كده زي ما قلنا لحضراتكم الشهوانية هتكون هي الأصل لهذا الطمع الواضح في صفتهم لهذا التمرد على مواثيق الله زي ما ربنا قاله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا دايما كل مرة هتلاقي الطمع وهتلاقي الرغبة ويظهر ذلك بأن ندخل في نموذج اليوم من نماذج القرآن لهذه الصفة نموذج قصة طالوت وجلوت لما جاء الملأ من بني إسرائيل لنبي لهم قالوا يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هم جايين عايزين ملك وكان في شريعتهم إنه هو ما ينفعش يقتله إلا ما يبقى في ملك عندهم أنبياء وعندهم ملوك فلازم يبقى في ملك النبي ما كانش يقود الحرب عندهم فقالوا هكذا قيل يعني في الإسرائيليات برضو ما عندناش يعني تصديق أو تجذيب بهذا بس هذا يقال إنه هم عندهم الملوك وعندهم الأنبياء فالنبي يقول لهم في ملك هيقودكم في الحرب فجمل نبي قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عثيتم انكتب عليكم وقتله ألا تقاتله هو النبي بتاعهم عرفهم قيل هوا سيدنا يوشي بن نون في هذه القصة اللي هو كان غنام سيدنا موسى في سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلام إن ده فتا فهنا قال لفتاه أتينا غداء أنا وإنه هو بعد كده ورث النبوة عن موسى عليه السلام فجيين ه clicking ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عثيتم انكتب عليكم القتاله ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هو عارف خصلتهم أنهما ساعة الجد هيولوا لأنهم أهل شهوات زي ما قلنا صاحب الشهوة بيخاف على نفسه فهما مش هيقتلوا إذا كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال ربنا بقول تولوا إلا قليلا منه وقال لهم نبيهم خلاص هو اتحقق فعلا أن الأغلبية تولت زي ما نبيهم توقع هل عسيتم انكتب عليكم القتال وقال لا تقتلوا ده اللي حصل وده أول نقدر نقول فلترة حصلت للقوم اللي جايين هما بيطلبوا بعد فترة التيه الطويلة اللي 40 سنة جايين هما بيعايزين يخشوا الأرض المقدسة بقى بس عايزين ملك فبعث الله لهم طالوت قال لهم نبيهم النبي اللي قال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كانت أول إجابة إيه أن يكون له الملك علينا شوف الشهوة جاية هي الشهوانية الصفة الواضحة جدا في القرآن لهذه الطائفة هما قيلين ابعث لنا ملكا بس من جواهم كل واحد كده تحس إنه رقبته بتشرقب كده وبيطلع رسه أنا أنا اللي أكون الملك ده عايزين ملك بس أنا ده الشرط عشان كده قالوا إيه أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال هو عايز هما لطلبين زي ما قلت لك بس ساعة الجد لما لقوا واحد تاني منه منهم برضو وطالوت منهم من بني إسرائيل بس لا نحن أحق بالملك منه ولم يؤتى شوف المال برضو تاني ساعة من المال كل مرة المشكلة هي المال إيه ده الراجل ده ما عندوش فلوس كتير إحنا عايزين نفس اللي تقال على النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عايزين حد يكون من العظماء من القادة أهل المادة وأهل الشهوانية دايما بيحكموا من خلال المادة ومن خلال النال ومن خلال الحكم الظاهر على الأشياء فهم قالوا كده ولم يؤتى ساعة من المال فنبيهم قال لهم إن الله اصطفاه هي دي لأول واحدة وتكفي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه وما يشاء والله واسما عليه وكمان قال لهم إن آية ملكه آية يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آله موسى وآله هارون تحمله الملائكة خلاص كل الآيات دي يبقى خلاص ده ملك ربنا سبحانه وتعالى اللي بعثوا عليهم ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاه هذا الملك عليهم يبقى الموضوع يخرص بقى ونتبعه فربنا بيقول فلما فصل طالوته بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر دايما اللي بتلاقوا الاختبار للقضية الشهوانية هتكون مصاحبة في رحلة بني إسرائيل ومش بس في رحلة بني إسرائيل في رحلتنا كلنا إلى الدار الأخيرة وإلى لقاء الله عز وجل هتختبر دايما في الخاصلة دي هتختبر في شهوة حرام هتختبر في شهوة حلال بس هتصرفك عن الطاعة يعني ممكن مثلا ربنا يوسع عليك في تجارتك ويوسع عليك في مهنتك فتبدأ إيه؟ تأثر في الصلاة تبدأ تأثر في طاعة الله تبدأ خلاص كنت بتقرأ قرآن ما عطش بتقرأ قرآن كنت بتدعو إلى الله بطلت تدعو إلى الله إن الله مبتليكم دي كلمة بتنطبق علينا كلنا عشان تختبر هذه الخاصلة اللي دايما بنوا إسرائيل كانوا بيسقطوا فيها كانوا بيرصبوا في هذا الابتلاء فهنا في قصة طالوت قال لهم إيه؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني النهر اللي هتعدوا عليه دا ما تشربوش مني طب أهل الشهوات يعرفوا يمسكوا نفسهم قدام الشهوات هلسا كنا بنتكلم من الصيام اختبار لقدرتك على التحكم في شهواتك مش هتشرب ومش هتاكل في فترة النهار لغاية ما تغرب الشمس هتبدأ تقدر تسيطر على شهوتك ولا لا وبعد كده الشهوات الأخرى المحرمة هتقدر تسيطر على نفسك فيها ولا لا هم اختبروا بنهر النهر ممكن الإنسان يشرب الماء العذب بس النهر دا قال لهم لا ما تشربوش منه فمن شرب منه فليس مني مش هيكمل معي ومن لم يطعمه فإنه مني وبعدين دههم رخصة عشان برضه تسيطر على نفسك وعطشان عايز يشرب فقاله إيه؟ إلا من اغترف غرفة تنبيه غرفة تروي عطشك ومش هتخليك تهلك من العطش وفي نفس الوقت تبقى اتبعت الأمر إن الله مقتليكم منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة تنبيه ربنا بيقول إيه؟ فشاربوا منه إلا قليلا منهم كل مرة خلي بالك الفلترة ما بيتبقاش إلا قليل أول مرة خالص كتب عليهم القتال تولوا بعد كده لا مش قابلين طالوت بعد كده يشربوا أغلبهم وأكتر من غرفة بقى زي مقتلك شهوانية عايز يشرب أكتر واستزيد أكتر وبعدين شربوا منه إلا قليلا منهم وبعد ما كل ده حصل يلاقوا جالوت القوم الجبارين اللي أسلفهم وأجدادهم أو أبقهم قالوا أيام سيدنا موسى لا إن فيها قوم الجبارين مش هنقدر تيجي شهوة الخوف على النفس ما هو حب النفس دي شهوة برضو ما هو الجبن وهنتكلم طبعا في حلقة كاملة عن قضية الجبن في قصة بني إسرائيل لكن هنا بقى يقولوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كمان عمالين يتفلتروا لسه كان من فئة قليلة يتقلوهم كده غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما يعني تلاقوا بقى خلاص وبدأ القتال العلماء يقولك اللي تبقوا في قتال جالوت عدد أهل بدر عدد صغير جدا مع أنهم كانوا في الأول ملأ من بني إسرائيل قالوا لنبيين لهم ملأ عدد شعب جاي اللي هاجروا من مصر واللي تبقوا بعد كده يعني بفترة التيه والأبناءهم ويجوا في اللحظة دي يقولوا له لا طاقة لنا اليوم يتبقى فئة هي ليه الفئة اللي فعلا قدرت تقاوم شهواتها ومنطبقش عليها الشهوانية والخصلة اللي هتمتد علينا في حلقات القادمة وكان منهم سيدنا داود صبي عنده في حدود العلماء يقولك 18 سنة أو 17 سنة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وهو اللي ورث الملك والحكمة وأيضا النبوة بعد ذلك فالقصة باختصار بتقولك شوف النموذج اللي من البداية بيكلم حقيقة سيطرة الشهوة عليه كانت ايه من أول ما قال لم يؤتى ساعة من المال من أول ما قال ونحن أحقوا بالملك منه وبعد كده في كل اختبار شهوة يحدث الرسوب ويحدث السقوط المروع لهذه الخصلة التي تظهر جالية في هذه الرحلة الطويلة خصلة الشهوانية إيس على نفسك وشوف وضع الشهوة بالنسبة لك ايه هل الشهوة اللي مسيطرة عليك ويتمشيك كما أعزكم الله قال بهائم ربنا قال يأكلونا ويتمتعونا كما تأكلوا الأنعام دا حال الكافرين اللي كل حياتهم الشهوة هي اللي بتحركهم المسلم مش كده المسلم بيسيطر على شهوته في مراد الله عز وجل يزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قست القلوب فعضوت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقلاها من كذابوا الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فعضبت مولاها